نذكر بالموقف العظيم من مواقف الشورى في يوم الحديبية حيث أخذ الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أخذ بمشورة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة والذي حدث أن المشركين تصدوا للمسلمين الذين ذهبوا في 1500 رجل وامرأة لأداء العمرة علمت قريش بخروجهم للعمرة فتصدوا لهم ووقفوا لهم عند الحديبية وأقسموا أن لا يدخل المسلمون مكة عنوة وقهرا وغصبا أبدا وكادت المعركة وكادت الحرب أن تقع غير أن الله عز وجل أمر نبيه أن يستجيب لجهود المصالحة المصالحة وأن ينزل لحكمة كبرى وللفتح المبين الذي سيتحقق على ذلك إن شاء الله أمره أن يستجيب لمحاولات ومشاورات المصالحة وكان أن اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع كبار قريش أن يعود هذا العام إلى المدينة وأن يأتي في العام القادم ليؤدي عمرته على أن تخلي له قريش مكة ليؤدي عمرته مع أصحابه بكامل الارتياح المهم وفي هذه الحالة تعلمون يا عباد الله أن من خرج حاجا أو معتمرا وحوصر في مكان ما ومنع من دخول البقاع الطاهرة في مكة المكرمة عليه أن يذبح الهدية في ذلك المكان وهكذا وبعد أن تم التوقيع أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح هدية بما تقتضيه الشريعة وبما تقتضيه أحكامها الغراء الذي حدث أن صحابته الأكرمين عليهم رضوان الله الذين جاءوا إلى هذه البقاع الطاهرة وهم يمنون أنفسهم بأداء العمرة معه مع من مع من مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفاهم بذلك شرفا جاءوا يمنون النفس بتحقيق هذا الهدف أو الأمل العظيم أداء عمرة في صحبة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لما لما علموا بما آلت إليه الأمور وأنهم بكل أسف سيعودون إلى المدينة دون أن يتحقق لهم من الخير ما أرادوا ترتب على ذلك صدمة نفسية وظهر الحزن في وجوه الجميع ونفوس الجميع لأنهم سيعودون دون عمره ولذلك لما أمرهم عليه صلوات الله وسلامه أن يذبحوا وأن يحلقوا لم تكن الاستجابة في المستوى المطلوب ليست مخالفة لأمره حاشا لله صلى الله عليه وسلم ليست مخالفة لأمره وليس اعتراضا على أمره وما اتفق عليه صلى الله عليه وسلم وإنما هو الوضع النفسي الطبيعي الذي ترتب على قرارات هذه الاتفاقية نعم لم تكن الاستجابة كما كان يرجو رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل على أم سلمة وأثر ذلك الأمر واضح في وجهه وظهرت قسمات الحزن عنده صلى الله عليه وسلم فلما سألته أم المؤمنين أم سلمة عن هذا الذي يعانيه أو لماذا هو في هذه الحال أخبرها بأنه أمر أصحابه أن يذبحوا وأن يحلقوا فلم يجد منهم الاستجابة التي تعود أن يراها منهم مع كل أمر نصحت له عليها رضوان الله نصحت له أن يلتمس لهم عذرا ونصحت له كذلك أن يخرج إلى أصحابه وأن يبدأ بنفسه وأن يذبح هديه وأن يحلق شعره وبشرته عليها رضوان الله أن المسلمين من أصحابه الأكارم رضي الله عنهم إذا رأوه قد بدأ بنفسه سيتسابقون في فعل ذات الشيء ويذبحون ويحلقون وخرج صلى الله عليه وسلم بناء على هذه النصيحة العظيمة وبدأ بنفسه وإذا بالصحابة الأكارم رضي الله عنهم يتسابقون ويسرعون ويلتزمون ويفعلون ما يفعل أو ما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام شكرا